السلام عليكم وهناد معكم. آآ كنت بابص كده على اخر مقارنة عملناها على قناة هنا آآ كانت ما بين والامريكن بولي والفيديو ده كان من سنتين. انتم متخيلين? سنتين وقت كبير جدا. فقلت لازم ارجع اعمل مقارنات تاني وارجع اتكلم عن سلالات جديدة تاني. عشان الفيديوهات دي فعلا انا بكون مبسوط وانا بعملها وبحس اني بتعلم معلومات جديدة بعد مذاكرة وتحضير كل فيديو من الفيديوهات دي. قبل ما نبدأ لو انت بتحب الكلام ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان ما يفوتكش اي فيديو ويلا بينا نبدأ. فيديو النهاردة هيكون مقارنة ما بين عملاقين. آآ كلبين من الاحجام الضخمة جدا. مقارنة النهاردة هتكون ما بين التركيش كانجل والالبائي. آآ الكلبين دولت مش بس قريبين من بعض عشان حجمهم الكبير لا. الكلبين دولت تم انتاجهم علشان يكون عندهم مهمات واحدة وهي الحراسة والرعي. والرعي قبل الحراسة كمان. بس نوع الرعي بتاع الكلاب دي مختلفين شوية عند الكلاب الرعي التانية. بمعنى بتكون فكرتها ان طول ما القطية بتاع الحيوانات ايا كان انه هم اي بقى بقر جموس ماعز خرفان او حتى في بعض دول اسيا بيستخدموا آآ الاسلوب ده في تربية البط بطرق الرعي في الاراضي المفتوحة. طول ما الحيوانات دي قريبة من بعض الكلب بيكون هادي جدا وما بيسببش اي ازعاج للحيوانات. ولكن لو حيوان واحد قرر ان هو يبعد عن القطية ويجري بعيد. الكلب بيجري عليه وممكن يقضه عدة صغيرة من رجله بحيس ان الحيوانات التاني ده يخاف ويجري ويستخبى وسط باقي الحيوانات. فبالتالي بيكونوا دايما قطية ملموم قريب من بعضه بحيس ان ما فيش اي حاجة تقدر تأزين. وكلاب المدربة قوي بتعرف تسوق القطية وتوجهه آآ في الاتجاه اللي عايزه الراعي يعني تدخله الزريبة تطلعه يعني تقدر توجه القطيع ككل في اتجاه معينة. آآ الكلاب اللي بتعمل راعي بالاسلوب ده كلاب زي آآ الجيرمن شابرد الاستريليان كاتل دوغ الاستريليان شيب دوغ. بس الكلبين دولت آآ بيعملوا راعي ولكن باسلوب تاني خلص. بين الكانجل والالاباي هما بيحرصوا القطيع من اي خطر. آآ من اشخاص غريبة بتحاول تسرع الحيوانات او حيوانات مفترسة زي كلاب آآ تعالب ذئاب دببة او حتى نمور جبلية. بكل سهولة لو مجموعة من الالاباي او كانجل يشتغلوا مع بعض يقدروا يموتوا اي حيوان ايا كان عمره ايه وحجمه ايه. زاد انه هما بيستخدموه في حرصات الاماكن والمنشآت زي البيوت آآ الفيلال المصانع المزايرة. آآ او اسم تاني ليه هو حكايته بدأت من اربعة تلاف سنة. آآ في بلاد زي روسيا وكازاخستان واوزباكستان. واصول الكلاب دي بترجع لكن او وهو اسم تاني ليه. واصول الكلاب ده بترجع لحاجة اسمها اناتوليا وهي آآ تركيا دلوقتي. وكلبي ده بقى له اكتر من ستة الاف سنة. بس الغرب بدأ ان هما يستوردوه ويسجلوه عندهم في المنظمات آآ في الف تسعمائة وسبعين. اصول الكانجل بترجع للماستفز. وفيه ناس بتقول ان هو معمول له مع نوع من انواع الحونز. بالنسبة للحجم الالاباي. الطول من عند الكتف النتيجة من ستين لتسعة وستين سنتي والدكر من خمسة وستين لتمانية وسبعين سنتي. والوزن بالنسبة للنتاية من اربعين لخمسة وستين كيلو والدكر من خمسين لتسعة وسبعين كيلو. اه طول من عند الكتف بالنسبة للنتاية آآ من اتنين وسبعين لسبعة وسبعين سنتي والدكر من سبعة وسبعين لستة وتمانين سنتي. بالنسبة للوزن النتيجة من واحد واربعين لاربع وخمسين كيلو والدكر من خمسين لستة وستين كيلو. لو قلت الدكر وزنه من خمسين لستة وستين ده تقريبا فرق ستاشر كيلو. وده بيكون تبع يعني فيه انواع من او خطوط دم بتكون احجامها زي الجيرمان شابرد الكبيرة كده. وفيه خطوط دم تانية بتكون شكلها عامل زي اللي احنا بنشوفهم في الصغر. فلو انت خررت ان انت تجيب كلب زي كده لازم تشوف الاب وتشوف الام وبذات الام كمان قبل الام. حجم قوة الكلبين اللي معانا دي اه خلتك اه خلت الناس تستخدمها استخدام سيء جدا. في الرياضات الدموية. اه كسبيل للمؤامرة بالفلوس واستعراض القوة. وللاسف لحد النهار ده بلات زي افغانستان اه عندها العادة سيئة دي خناعات ومرهنات اه اتعودوا يقطعوا دان الكلاب دي علشان ما تكونش نقطة ضعف ليهم وتعودوا يقطعوا ديل آآ قطع طويلة من الفقرة آآ التالتة والرابعة وساعات الخمسة كمان. آآ الشعراية. آآ في في النوعين آآ دولت بيكون عندهم دابل الكوت. وشعرتهم بتكون كسيفة وما تكونش طويلة قوي. بالنسبة للالوان آآ الالباي بيكون فيه الوان اسود وابيض وبيج رمادي. آآ غير الالوان المختلفة توزيعة الالوان كمان بتكون مختلفة. ممكن يجي بلون واحد ممكن يجي بلونين او تلاتة. بالنسبة للكانجل بيجي بلون واحد وهو البيج. فيه منه غامق وفيه منه فاتح. آآ بوزي كلب هودانه بيكونوا رايبين من لون الاسود بيكونوا غامقين. آآ مع كبر حجمهم الكلاب دي آآ مع ان الكلاب دي صحية. آآ بغض النظر عن بعض الحالات الفردية اللي بيعانوا من الهيب ديسبليجيا او امراض المفاصل. لكن كده الكلاب دي آآ كلاب صحية ما عندهاش مشاكل صحية. آآ بالنسبة للحراسة آآ الكلبين دولت ممتازين للحراسة بس كانجل كشخصية وكجينات اقوى في الحراسة. بالنسبة لقوة العضة قوة العضة بتتقاس بحاجة اسمها بي اس آآ 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 مقاس البي اس آآ بتاعه ستمائة وسبعين. لكن قوة العضة بتاعت الكانجل سبعمية تلاتة واربعين واللي بيجيبه في المركز الاول في قوة العضة في آآ كل انواع الكلاب. الكلاب دي مش مناسبة خالص ان هي تتربى جوة البيت. ومش مناسبة خالص لو انت هتجيبها مسلا تحطى فوق السطح. وبرضو مش مناسبة ان انت تربيها لو انت اول مرة تربي فيها كلاب. حجم قوة الكلاب دي آآ على قد ما هي هتكون ممتازة في حراسة الفلل او المصانع هي مسئولية على المربي. لان لو كلب منهم عض حد بسهولة جدا ممكن يقتلوا. فلو هتجيب كلب منهم تدريبه على طاعة شيء اجباري مش اختياري. وتدريبه بيكون هنا انا عايز حد فاهم كويس او هو بيعمل ايه? علشان الكلاب دي مش من اسهل الكلاب في التدريب. آآ رأيي الخاص في كلاب دي آآ انا بحب بشكلهم جدا. آآ بحترم قوتهم وتاريخهم. بس انا مش بحبهم كاختيار للحراسة. آآ يعني مسلا لو انت قررين انت حاجة عاملة زي الجيرمين شابرد او الدابرمان او المالينواء او الرادفايلر بمسدس ان انت مسلا هتستخدمه للدفاع عن النفس. والكانجل ومعاهم كمان هيكون كأنم معاك مسلا للدفاع عن نفس. فانت مش محتاج كل الحجم ده وكل وكل القوة دي عشان تدافع بهم عن نفسك او عن بيتك. اوكي. آآ وانا بعمل قد اكتشافت ان انا نسيت حاجة مهمة جدا. مش هالف نسيتها ازاي. آآ وهو العمر المتوقع وحجم البطن. العمر المتوقع بالنسبة من تلاتاشر لخمستاشر سنة. والعمل المتوقع بالنسبة من اتناشر لخمستاشر سنة. آآ حجم بطن من خمس لعشر جراوي. وحجم بطن من خمس لسبع جراوي. بس آآ ده كان فيديو النهاردة. يارب يكون فاتكم وعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك. سبسكرايب. فولو على الفيسبوك والانستجرام. وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. يلا. السلام عليكم. اشتركوا في القناة.